استقبل الفريق أحمد داقيت صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي استقبل اليوم بمقر وزارة الدفاع الوطني الجنيرال دايفيد رودريغازا قائد القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر هذا وقد تناولت المحادثات التي تمت بين الطرفين حالة تعاون العسكرية ثنائي وسبل وطرق تعزيزه وكذلك المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقتها الساحل والجوار من أجل البحث في أفضل طرق لتنسيق الأعمال الأمنية خاصة في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في إطار مكفحة الإرهاب إلى شأن الليبيا الآن حيث قصفت طائرات حربية لما تحدد هويتها مواقع في العاصمة الليبية صباحة اليوم في تواصل على ما يبدو للمعارك بليبيا منذ أزد من شهر هذا ولما يعرف ما إذا كانت هذه المواقع تابعة لجهة حكومية أو لميليشيات قبلية وتنظيمات مسلحة في ترابلوس ويأتي هذا القصف الجوي في وقت تعيش فيه ليبيا حالة من شبه الفوضى مع إصرار الميليشيات المرتبطة بتنظيمات المتسلحة وكذلك ميليشيات قبلية متحالفة معها على السيطرة على البلاد رغم خسارتها في الانتخابات البرلمانية كما تأتي بعد أيام على قيام طائرات بمهاجمة هداف في العاصمة الليبية إلى شأن الفلسطيني الآن وبعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة سرعان ما خرج سكان القطاع إلى شوارع محتفلين بالانتصار على العدوان الصهيوني الذي استمر لواحد وخمسين يوما سكان القطاع حملوا العلم الفلسطيني ورايات الفصائل المختلفة وشهد العلم والجزائري بجانب العلم الفلسطيني في هذه الاحتفالات بانتصار المقاومة مراسلنا في غزة شعيب يوسف تبع أجواء الاحتفالات وبعث بالتالية مراسلنا في القطاع جزة اليوم انتصرت راحت ترفع عدم فلسطين بداخل الجدس بداخل الجدس بدولة العربية غزة واحدة وطنية واحدة وطنية فتح حماس هذا اليوم العيد عيد النصر للعمة الإسلامية والعربية وبنحيى جيش الجسام في غزة اللي أرص لعمة الإسلامية والعربية والحمد لله نصر لله دوجان اليوم أحل أعيد للعالم اليوم المقاومة انتصرت بس لما حتى كانوا تزمح شردوا من المقاومة والله ما انتصرنا إلى بسرود المقاومة انتصر النصر لا يمكن في حياته ولا بعده ولا يقوم إلا اليوم النصر نصر عزيز مقتدر من عند الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر نهدي هذا الانتصار إلى القائد العام للقوات المسلحة المقاومة الفلسطينية إلى أخي محمد الضيف وإلى كل أبناء شعب إبن الصيلي وإلى وائل الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المدمرة والمهجرين نقول لهم إننا بإذن الله عز وجل على وعدنا معكم وعلى عهدنا مع شعبنا ماضون أيدينا على الزناد وعلى منصات السواريخ حتى تحيي فلسطين كل فلسطين بدل عز وجل فرحة عارمة في الشارع الفلسطيني عقب الاتفاق على تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي فسكان القطاع يرون أن هذا انتصار حققوه على المحتل الإسرائيلي شعيب يوسف قناة النهار غزة فلسطين إلى الوضع السياسي في باريس الآن فبعد تصدع الداخلي الذي لاحق بحكومة معنوال فالس الأولى لا تلقى الحكومة الجديدة التي جاء بها الإجماعة في الشارع الفرنسي أحمد قارى عادة تالية تتسارع الأحداث في الساحة السياسية الفرنسية فإعلان الإليزي لتشكيلة حكومة فالس إثنين فتح الباب من جديد لموجة من الانتقادات التي طالت فرنسوا هولاند ومانوال فالس أين انضم اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان إلى وزير الاقتصاد مونبرغ الذي فجر حكومة فالس واحد فالسياسة الاقتصادية الفرنسية المنتهجة في عهد هولاند أثارت استياءة طبقة السياسية التي طالبت بمراجعة شاملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي بدأت بوادرها تظهر أعتقد أنه كان علينا أن نتحرك وكان علينا وضع حكومة جديدة وهذا ما فعلنا مع رئيس الجمهورية أعتقد بأنها حكومة لها أهداف واضحة تميزها الاستمرارية ولكن أيضا التجديد الذي جاء بوجوه شبه نجاة فالود بلقاسم من بين أهم الوافدين الجدد إلى حكومة فالس إثنين المرأة القوية ذات الوصول المغربية تم تنصيبها على رأس وزارة التربية خلفا لبانو آمون اليمين المتطرف وفي أول تعليق على تعيين امرأة من أصول مغاربية في حكومة فالس إثنين اعتبرها أنها خطوة استفزازية إلى ذلك تم ترقية إمانويل ماكرو المستشار السابق للإليزي كوزير للاقتصاد خلفا للمتمرد مانبرغ وفي صبر للآراء يرى 63% من الفرنسيين أنه يتوجب حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة حكومة فالس إثنين وبوجوه لا تلقى الإجماع في الشارع الفرنسي سيكون عليها رفع التحدي في ظل الانتقادات اللذعة من كل الجبهات السياسية التي طالت نازل الإليزي فرنس وهولند الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير عودة إلى الوطن الآن ورغم الحملات التحسيسية التي قامت بها وزارة الفلحة والتنمية الريفية ليتصدي لوباء الحم القلعية إلا أن العديد من الفلاحين يجهلون التدبير الوقائية وقائية لحمية أبقارهم أحمد بطاف زار هؤلاء المولين وعد بالتالية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الحمة القلعية ورغم الثحذيرات التي أعلنت عنها وزارة الفلحة إلا أن العديد من الفلاحين على المستوى الوطني لا يتقنون تطبيقها وذلك بسبب نقص الاتصال الجواري للمصالح المحلية والتي يتوجب عليها زيارة كل مزارع تربية الأبقار إجراءات الوقائية كينا لجافيل الجير وقريزيل هذا وش كينا عنده الفلاحة شراهم يعني بدراهم وما كاش يدوا لعوناته ولا سلطات المحلية وهذا الباياطير ما يشكر ما جاوش عند الفلاحة البساطة هذا قع ما جاوش قالوا لهم قع ما شديروا الإجراءات ولا ما علموهمش ويقول لك راك شاك فو يقول لك رانا نعلمو رانا نجرو نسمعوا في تليفزيو الحمد لله هذا ورغم تفشي داء الحمة القلعية وهلاك أكثر من 3500 بقرة عبر أزيد من 23 ولاية إلا أن بعض الموالين يستعملون عدة طرق وقائية بسيطة لا ترقى للتصدي لداء في صورة الحمة القلعية تجربة تعامل الفلاحين والمربين مع انتشار داء الحمة القلعية أثبتت مرة أخرى عدم نجاعة آلية التكوين والتوعية المنتهجة من قبل وزارة الفلاحة والمصالح البيطارية ومنظمات الفلاحين تحولت مصالح والولادة في الجزائر إلى كبوس يخيف العديد من العائلات خاصة مع تزايد ضياع الموليد الجدد واستبدالهم بقصد أو دون قصد وهو ما يدفع بيتساؤل من يتحمل مسؤولية ما يحدث بعض الإجابات عن هذه التساؤلات مع محمد بومجوة تثير قضايا ضياع الرضع في مصالح الولادة سواء عن طريق الخطف أو الخلط اهتماما متزايدا حين أصبحت تترك الكثير من الهلع والمخاوف لدى الأمهات والأسر بشكل عام ظاهرة أصبحت تلقي بظلالها بشكل كبير على وزارة الصحة وسمعتها ما يحدث في مصالح الولادة يحتم أكثر على الجهات المعنية اتخاذ كل الإجراءات والتذبير اللازمة لردع المتساهلين أو المتواطئين المسؤولية كاملة طبعا على الإدارة على المستشفى تعقسم الولادة والإدارة كذلك على إذا كانت أيادة خاصة ولكن إذا كثبت الأمر المسؤولية المدنية على الإدارة والمسؤولية الشخصية الأشخاص ليعملون في هذا القسم الولادة ظاهرة تحمل أكثر من سؤال حول تزايد عدد الرضع المختفين بالمستشفيات الجزائرية في وقت تبذل فيه الدولة قصار جهدها للحد من الظاهرة تشهد بحيرة طنغا بيالقالة إقبالاً واسعاً لسياح الذين لا تكتمل جولتهم إلا بنزهة في القارب مع علي تايلوندي المزيد من التفاصيل مع إيمان جوادي تعتبر بحيرة طنغا الواقعة في القالة بالشرق الجزائري إحدى اللواحات الطبيعية الساحرة فالبحيرة بمثابة فسيفسا جمعت بين تنوع النباتي والحيواني المنطقة التي حافظت على عذريتها الطبيعية تحاولت إلى مقصد السياح الذين يكتشفون أسرارها عبر جولة بالقوارب السياحية بحيرة طنغا علي حاجة لايبارك أمتي حاجة فار أعملي حال كيف صرته الأولاد هكي يجبوا الأولاد يحبس ويركبوه في هذا القارب هذا أعملي حال عجبتني بحيرة وعجبني أمي تايلوندي علي المسمى بالتايلوندي هو دليل سياحي بالمنطقة منذ سنوات عديدة هو الأمر الذي أكسبه معلومات تقيقة عن البحيرة وعن كل ما تسخر به وهو ما يسعى لأن يقدمه للسياح والزائرين للمنطقة في كل الجولات التي يأخذه فيها بقاربه الصغيرة نحن بحاجة توريستيخ نحن بحاجة كيف يوجد المسيطة لأنه يوجد المسيطة لأنه يوجد المسيطة ويوجد المسيطة لأنه يرى أن يرى هذا الطنغا هو البليغروف في الجزر فيه دو ميل سيسوية كطار لسيبرفيسي اليها ديزيس باسترير رادون سيتلاك عني مالكم للوتر عندي إحتكاك بتاع الحاضير الوطنية ودوزين ما أنا نشرشي وحدي فهمت نحب نحوص نف سيبوسا عرفت كل شيء وتبقى زيارة بحيرة طنغا واكتشاف جمال مناظرها الخلابة لا يكتمل إلا بنزهة في القارب مع علي التايلوندي وبهذا مشاهدنا نصل إلى اختمي الموجز السلام عليكم